ما فكرتش في الحكاية دي خالص اه انا هقولك بسرعة كده بعد دنيا اي بتلات سنين بتلات سنين شروق شروق اه الله دنيا وشروق قلت لها بالأمان والأفراح أشرقتي على دنيا الصلاح على شروق على شروق مرحلة شروق بدأت مرحلة فعلا شروق في حياتي اللي هو بدأت بدأت نجومية بقى أعمال أهم أعمال أهم بدأت مرحلة الجوائز اللي أنا كنت بخافت منها والحمد لله يعني ها بقيت أخذ جوائز عن أدوار كتير بس كان حالة العمل وبعد شروق بقى جانا جانا بس جانا حبيبة قلبانا جانا جانا بوا والله احنا كنا يعني ايه قلنا دنيا وشروق وتمام تمام ثم فجأة بقى نجوة قالت ايه كان نفسها لازم في والد يعني الله أعلم أنا شور غد وقتي وعمري ما سألتها عمري ما سألتها بس أنا هقولك على لحظة عبقرية يعني فضل بعد شروق كان بعشر سنين مش كده أو أكثر لا يعني أنا بيني وما بين جانا ستتاشر سنة يعني ما بيني وما بين شروق تلاتتاشر سنة آه بعد شروق بتلاتتاشر سنة ايوه 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 حصل ايوه تمام فمرة رجع من عند الدكتور ايوه ربنا يدينه الصحة رب اللي هو كان بيتابعها ايوه فايه دخلة علي يعني متاخدة كده اه أنا تقريبا أدركت على طول قلت لها ايه مالك فيه فعيطت قلت لها ده أحلى خبر اللي انتوش عايزة تقولي ده بنتوش كده بقيت يا سلام تلات بنات ده أنا ربنا هيغفر لي حاجات كتير قاوي يا سلام ده ايه الهنة اللي أنا فيه ده شفتي شفتي جمالك بابا بقى وجاءت جانا بقى لا لو تعرفي جانا دي عنديني عملت هايزة عارف جاءت بقى جانا دي بقى لا نقلة عبقارية في حياتي بصراحة بيقولوا البنات وشه الخير البنات وش الخير يعني يجيبوا معاهم الخير بصي يعني ايه عشان ما نزعلش الصبيان برضو لا لا مانا لسي هقولك الصبيان برضو عشان أنا أم الصبيان أنا أم الصبيان بأمانة منطبخ علي جدا بأمانة بقولك كل واحدة فيهم كانت بنقلة خطيرة في حياتي صحيح على المستوى الفني والإنساني كله كل حاجة حتى كارما بقى حفظتي كارما كارما بنت دونيا بصي بقى يعني بابا أخذ من الوالد والوالدة النصايح والتربية دالك ايه منهم بقى ايه أول حاجة لهالك لما كبرت شوية بصي مش هعرف هقول لحضرتك حاجة الهالي بس أنا عندي إحساس غريب بالعيلة دي يعني بعيلتنا والأول بعيلة بابايا إن هما عندهم حاجات بتتنقل لوحدها يعني بتتورس تلقائيا موجودة في الجينات ما تفهميش أنا ما حضرتش جدتي الله يرحمها بس حضرتك جده عبدالله ثلاث سنين وعمامي يعني ربنا يرحمهم يرحم اللي توفى وربنا يخلي يا ربي يخلينا اللي موجودين وعمته كريمة طبعا حبيبتي عندهم العيلة دي عندهم طيبة وأخلاق وحاجات كده جميلة قوي مش عارفة وصفها مش عشان عيلتي بس ده إحساسي بيهم عندهم حاجات جميلة قوي هي بتمشي لوحدها بتتحس يعني مش بتتسمع مش كلام بيتسمع لا مش كلام بصراحة يعني طول الوقت عنجي إحساس تجاه كل في تصرفاتهم في طبتهم يعني وشهم في طيبة وجبال الناس هتفتكر ان انا بتكلم على اهلي بس بجد الحمد لله دي نعمة من عند ربنا صارت للعقد تحسين لي نعمة لك من يشأه لعقد تحسين لعقد دعوة لك حاجة لعقد